موسيقى سلام الله عليكم المسائية من الميادين وفيها لبنان ينتزع حقوقه البحرية والاستثمار في القوى يثمر انتصارا اي معادلات جديدة تكتب بني جانس في تركيا جدول مزدحم بملفات عسكرية وامنية ماذا يتضمن مسيرات رسائل ردع معلنة وغير معلنة وفريق مفاوض مسنود قولا وفعلا بمقاومة قادرة هذا ما احتاج اليه لبنان لانتزاع حقوقه في البحر وهي مفاوضات ترسيم الحدود تنتهي بتوقيع الوفدين الاسرائيلي واللبناني في النقورة كل على حدة وعلى ورقتين منفصلتين انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني بحث من دون ابعاد سياسية او مفاعل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول يقول لبنان الرسمي اما المقاومة فتعلن انتهاء التدابير الاستثنائية وحالة الاستنفار التي ترافقت مع المفاوضات التي بدأت قبل اشهر وصفة ما تحقق بالانتصار الكبير جدا للبنان الذي بات امام مرحلة جديدة نحن في حزب الله نعتبر ان ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان سيد نصر الله الذي اجل الحديث المفصل عما وصفه بالتجربة الغنية والمهمة جدا الى خطاب اخر يوم السبت اكد ان لا تطبيع ولا ضمانات امنية في كل المفاوضات من بدايتها الى نهايتها كانت الدولة وهنا المسؤولين بالحقيقة بالدولة اللبنانية كانوا كثير دائرين بان لا يقدموا على اي عمل او تفصيل جزئي ولو بالشكل يمكن ان يعطي شبهة تطبيع او تخرج منه رائحة تطبيع هذا في المقلب اللبناني اما في المقلب الاسرائيلي فالحدث عنوان انتخابي بامتياز بين معسكر يروج انجازا تاريخيا واخر يراه استسلاما امام تهديدات حزب الله هذا ملف مشاهدين وهذه الاسئلة سنترحها على ضيوفنا هنا في الستوديو دكتور وسيم بزي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية حياك الله دكتور وسيم معي مباشرة من الجليل الخبير في الشؤون الاسرائيلية ايضا الستاذ الاليف صباغ ايضا الستاذ الاليف اسعد الله مساءك سأبدأ معك دكتور وسيم مما جرى اليوم النقاط التي اراد لبنان توضيح بعد التوقيع مباشرة هل يمكن اختصارها في هذه العجالة اولا تحية لحضرتك وللستاذ الاليف ولمشاهدي الميادين واضح لبنان حرص اليوم على اظهار دقيق لنصاب ما يجري عنوان الاول للتظهير الحرص من خط البداية الى نقطة النهاية على عدم ايراد اي خطأ تقني بروتوكولي يعطي اي شبهة لهذا البصار الطويل الذي حرص لبنان لمدة 12 عاما على تأتيد امر محسوم انه يتفاوض مع عدو بشكل غير مباشر من خلال راية وعلم الامم المتحدة ووساطة الامريكيين امر الاول الامر التاني ان ما تم التوصل اليه ليس معاهد دولي وليس اتفاق دولي وبالتالي سقوط مفاعل بروتوكولات هكذا عنوان وهو عملية تحديد للمنطقة اللبنانية الاقتصادية الخالصة وهي 19000 كم مربع مع انتزاع 330 كم مربع اللي كان فريدريك هوف عاطيه للاسرائيليين بعرض الشهير ثلاثة وهيدا امر ايضا مهم ان ما جرى هو مأثرة جديدة لأول مرة تظهر بمسار الصراع العربي شو هي هاي المأثرة الجديدة ان سلاح المقاومة بمواكبته لهذا المسار منذ وصول منصة الغاز الى كاريش اربع اطلالات لسماحة السيد حسن نصر الله 13 حزيران 10 تموز 9 قاب 17 ايلول هذه الاطلالات الاربعة مع الحضور الميداني المواكب للمقاومة احدثت مفعول السحر وفرضت على الامريكي ان يقدم التنازلات وعلى المنظوم الامني في كيان العدو اضافة الى الامريكيين ان يدركوا ان هذه هي الحدود القصوى لما جرى امر اخير استاذ كمال ان خط الطفافات الذي كاد ان يطيح في لحظة لمدة اربعة ايام بكل هذا المسار والخلاف حوله الحق الخلاف عليه بالموضوع البري وبنقطة رأس النقورة التي تربط بين البرو بعد في نقطة دكتور وهي الضمانات الامنية انا برأيي الشخصي رغم ان اعلام العدو يثري ويزيد بالكلام عن وجود ضمانات امنية اذا هناك احد قد اعطى ضمانات بهذا المسار هو الامريكي وليس اي احد اخر وليس ربنا لان المقاومة ستستمر مواكبة لمسار التنفيذ بعد ان انجزنا الان التحديد هناك الاستخراج صحيح ان توتال والفرنسيين قدموا ضمانات بهذا المسار لكن احنا بعد عنا بر محتل وعنا خط الطفافات وبالتالي الافو سبعمية واحد يتحدث عن وقف اعمال قتالية وليس عن وقف اطلاق نار طيب سالاليف صباغة سعد الله مسائك مرة اخرى في اسرائيل الصورة تقول عكس ذلك يعني الاسرائيليون مسؤولين الاسرائيليين يقول انجاز تاريخي امننا اصبح الان افضل وتعزز الامن الاجهزة الامنية لدينا مرتاحة جدا لهذا الامر سياسيا ايضا هذه اول مرة او ليس بشكل دائم توقع معنا دولة معادية اتفاقا مكتوبا والى اخره هل تعتقد استاذ الاليف بان هذا هو الفهم الاسرائيلي للاتفاق ام ان هذا هو هذا مزاد الانتخابات الان والكل يحاول او على الاقل يا ايرل ابيد وفريقه يحاول ان يستعرض انجازه من خلال هذا الاتفاق مساء الخير اليك ورسيم يعني احنا في ضرف خاص ضرف خاص للبنان وضرف خاص في اسرائيل وضرف خاص ايضا في الولايات المتحدة وبالتاني كل ما حصل له ارتباط بهذا الضرف الخاص في اسرائيل ارتباطه الاساسي بالانتخابات ستجري بعد عدة ايام في الاول من تشرين الثاني لبيد اراد خلال كل هذه الفترة ان يقدم للجمهور الناخبين انجازا سياسيا وامنيا بالاضافة لانجاز الاقتصادي ولكن ما قدمه حقيقة هو شيء شكلي يعني فيه شيء من المضمون ولكن اقل بكثير مما اراد او توقع ان يحصل الضمنات الامنية التي اتحدث عنها لبيد انا في اعتقاد يوميا من بعض هيك التلميحات انه من قدم الضمنات الامنية لبيد هلويت متحدة وفرنسا وهذه الضمنات تخص الخمس كيلومتر او خط العوامات بالاضافة يعني لا خمس كيلومتر بان لا تبحث لانه تم ربطها في الخط البري نعم ان لا تبحث الا بالعلاقة مع الخط البري حين يكون هناك تفاوض لتوقيع اتفاقية سلام بين اسرائيل ولبنان لان نص الاتفاقي يقول بانه الخمس كيلومتر او خط الطفافات هو خط الامر الواقع وليس خط حدودي ولا هو خط سيادي وخط الامر الواقع على الا يبحث الا مع الترسيم البري في هذا الامر هناك نقص هناك ضعف في الموقف الاسرائيلي صحيحهم يرون ذلك انه انجاز امني ولكن الطعف انه لم يعد الاسرائيلي يستطيع ان يقول انه الخط البري الخط الازرق هو الخط النهائي بما انه ربط لكن انت تعرف انت تعرف انت تعرف بانه يعني بغض النظر عن الموضوع الانتخابات والجدل الانتخابي واستعراض القوة في اسرائيل للانجاز الاجهزة الامنية الاسرائيلية تجمع على ان ما جرى يعزز الامن على الحدود الشمالية لا يتحدثون عن خط طفافات ولا يتحدثون عن الحدود مع لبنان كاملة هذه تقديرات امنية اسرائيلية نعم هناك سببين ليش بتقول الاجهزة الامنية انه هذا انجاز امني اول سبب انه منع الحرب مع المقاومة اللبنانية هذه الحرب التي كانت يمكن ان تدمر بنية تحتية لاسرائيل وهم يعلمون ذلك وليس لديهم مسائل في الوقت الحاضر للدفاع عن انفسهم لمنع هذا التدمير المتوقع الامر التاني انه الخط البحري في الوقت الحاضر هو خط الامر الواقع يعطي اسرائيل امتياز امني يعطي اسرائيل افضلية امنية لو عرفت ما هو الفارق بينها نقطة رقم واحد التي في اسفل الجبل بمحادات الشاطئ ونقطة رقم واحد الاسرائيلية اللي على رأس الجبل وتطل على كل الشاطئ اللبناني والسوري انه فعلا بقاء اسرائيل في النقطة رقم واحد الاسرائيلية في داخل الاراضي اللبنانية هو انجاز امني الاسرائيل وربطها بالخط البحر بالخط البري يعني انه لن يكون هناك في الامد القريب اي تفاوض على تغيير هذه النقطة الا اذا كان هناك تفاوض لاتفاقية السلام مع لبنان طيب هنا هنا استاذ اليف واريد ان اسأل دكتور وسيم في الاستوديو لبنان قال بشكل واضح المقاومة والدولة المؤسسات الحكومية الرسمية اللبنانية الاتفاق تقني الاتفاق لا يعني شيء في السياسة لن نوقع على ورقة توقع عليها اسرائيل كان في وسيط امريكي تفاوض غير مباشر الى اخر وجرى هذا التفاوض بالفرد بتصميم المقاومة و يعني الحزم في الخطاب مع الاسرائيليين ومع الوسيط الامريكي كذلك لكن على ارض الواقع دكتور الان اصبح هناك مصالح اقتصادية في البحر يعني اي التوترات على الحدود سوف تؤثر على مصالح لبنان الاقتصادية وبالتالي اصبح الغاز له منافع اقتصادية للشعب اللبناني لكن ايضا هو عامل سيكون عمليا وليس بالرسميا عمليا على ارض الواقع سيكون عامل تهديئة عظيم بس تعليق اللي تفضل فيه استكمال اللي قاله الاستاذ أليف نحن عم نتحدث ما بين الامر الواقع والامر القائم وبالتالي هني جابولنا بالنص مع امس جابولنا استاتيكو استاذ كمال وهدد انه اي تلاعب في هذا النص قد يفجر الامر كله نحن رفضنا كلمة استاتيكو لهي الامر الواقع واصرينا على كلمة دفاكتو لهي عمليا تعايش غير ملزم لا يحول هذا الامر الى امر معترف فيه صحيح اللي قال وهني كانوا قوفانين من منطقة حاكمة تكشف كل ساحل نهارية والشمال وبالتالي هذا الامر اججي للبعث فيه اما بالعودة للمصالح الاقتصادية المتبادة انت عارف انه هني سابقين بخمس سنين هني بدون يبلش واستخراج نحن مان ننبلش تنقيم هي اول وحدة تاني وحدة صحيح ان توتال كانت جزء اساسي من مسألة الضمانات والفرنسيين بالذات وكاد ايضا الاتفاق ان يطاح به بالايام الاخيرة لو لم يفعل الدور الفرنسي بمسألة الضمانات خاصة بموضوع شركات من لبنان العدو مش مقبولي لذلك انا بوافقك انه بالبحر هناك مصالح اقتصادية متفاوتة الاهمية دولة بدا تبلش تطلع غاز عبكرة او بلشت ودولة بدا تبلش تنقيب وبالتالي ليس هناك توازن معياري ما بين المصلحتين حتى الان من هون لاربع سنين لما بصير عنا منصة كاملة وبنأمن اسواق ومننجح بالاستخراج قد يصبح لي عم تتفضل فيه انت موضع نقاش لكن من هلأ لوقت ما حدا عنده وهم ان السراع مستمر وان ربط النزاع مع هذا السراع حتى بالبحر لازال قائما وان خط الطفافات هو مياه محتل ورأس النقورة محتل ونفق القطار محتل خوضي عم نحكي بالجزء فما بالك بمزارع شبعة وتلالك فرشوبة والجزء المحتل من مزرعة الغشب اهم من هك ان المقاومة بسلاحة ستستمر مواكبة للحظة عبكرة صباحا من الان لانه مواكبة المقاومة هي الضمان الحقيقية وليس ضمانة الامريكي او الثقة بالعدوم طيب دكتور قبل استكمال النقاش سنستمع لما قاله النائب الياس بصعب المكلف بهذا الملف مشاهدين نتابع ما قاله الياس بصعب شو في عم ينعمل وشو هي الرسائل او الاتفاقيات المخفية ما في شي مخفة هي نفس الرسالة لكن اصبحت رسمية وتم التوقيع عليها من قبل سيد هذا الكلام لنائب رئيس مجلس النواب اللبنانية تقاطع مع اعلان رئيس الجمهورية مشيل عون ان انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني لا يتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقته مع الدول الوثيقة تنص على انشاء خط حدود بحري وفق بيانات النظام الجيوديسي العالمي حيث يقدم كل طرف او يقدم كل طرف رسالة تحتوي على قائمة بالاحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود البحرية من ضمنها مراسلات للامم المتحدة اما اسرائيل فتحاول اثارة ضجة بشأن الاتفاق وتذهب بعيدا في تفسيره والبناء عليه وما اعتبره محللون اسرائيليون محاولة بالرئيس الحكومة الاسرائيلية لاستغلال هذه القضية انتخابيا وتصويرها انتصارا لاسرائيل لكن لزعيم المعارضة بن يمين نتنياهو رأي اخر فهو يتهم لبيد بالخضوع لتهديد حزب الله ويقول ان الاتفاق انتصار للحزب اريد ان اسهل مباشرة الدكتور رسالة أليف صباغ في الجليل حول موضوع اسرائيل والتعامل وتعامل اسرائيل معها اخر الانباء كانت تقول سيدة أليف بان حزب الليكود قد لا يخوض في هذه المسألة في القادم من الايام ما هي الاسباب الليكود رفض ان يستمع الى الضمانات الامنية التي تحدث عنها لبيد ورفض ان يستمع الى تقرير من لبيد حول كل ما جرى في هذا الاتفاق لانه يريد ان يركب حصال الانتخابات ويوجه الرأي العام او يحاول ان يقدم لبيد على انه شخصية ضعيفة رئيس حكومي ضعيف وخضع الى 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 القوة اللبنانية الى قوة حزب الله حتى لو لم يكن ذلك واني ويكون بين يمين نتراه مقتنع بغير ذلك ولكن يجب ان يستفيد ويريد ان يستفيد من ذلك سياسيا حتى انه لم يسمح لاي من اعضاء الليكود ان يتحدث بهذا الامر الا بعد استشارته وتلقي الرسائل الاعلامية منه يعني هذه سياسة عشية الانتخابات واستغلها بين يمينة الراهو الى اقصى الحدود ويمكن ان يستغلها حتى اخر يوم لكن استاذ عليف في مسألة ما قاله حوكستين في لبنان في كلامه للصحفيين قال ايا كانت نتائج الانتخابات في اسرائيل الاتفاق سوف يستمر وكأنه يقول حتى لو جاء نتانياهو او غير نتانياهو الكل موافق في اسرائيل عليه الم يعطي هذا انطباع او يعطيك انطباع سيد اليف بان كلام نتانياهو والليكود والحديث عن الخضوع لحزب الله داخل داخل اسرائيل كلام انتخابي يعني بمعنى ان الكل سيسير في هذا الاتفاق اي ان كان شكل الانتخابات ونتاج الانتخابات المقبلة في اسرائيل نعم انا مقتنع بالكامل ان الكل سيسير في هذا الاتفاق حتى لو عاد بين يمين نتانياهو الى الحكم سيقبل بهذا الاتفاق ويسير به والدليل على ذلك ان الاجهزة الامنية كلها اللي الها وزن كبير في القرار قبلت هذا الاتفاق بالاجماع والمحكمة العليا رفضت كل الاتماسات اللي قدمت اليها ضد الحكومة يعني المحكمة العليا عادة لا تفحص مضمون الاتفاق وانما تفحص العملية الاجرائية التي جرت هل هي يعني تتناسب مع القانون تتوافق مع القانون او لا تتوافق مع القانون وبالاجماع المحكمة العليا قالت ان كل ما جرى من مفاوضات ومن اجراءات هي عملية قانونية اذا المحكمة العليا مع الاتفاق الاجهزة الامنية كلها مجمعة مع الاتفاق الجيش والمخابرات والمساد ومراكز الابحاث حتى مركز الابحاث الامن القومي اذا لا يوجد من يعترض على هذا الاتفاق يستطيع بن يمين نتنياهو ارتفاعا بسبب موقفي هذا وانما في السبوع الاخير هناك تراجع لليكود في استطلاعات الرأي العام بينما هناك تقدم للابيد في استطلاعات الرأي العام هذا يشير بانه الرأي العام راض او اكثر من ما كان راض عن الاتفاق واقل عن تصريحات بين يمين التناهو هذا من ناحية من ناحية اخرى وهذا عمر يجب ان ناخذ بعين الاعتبار انه لبنان يعني دعني اتحدث عن لبنان لبنان لا يجوز ان ننكر بانه دفع ثمن غالي في هذا الموضوع اذا كان القانون الدولي يعطي لبنان خط 29 لماذا قبلها منذ البداية بالتنازل على المنطقة بين خط 29 وخط 23 الم يقل ذلك بضغط امريكي ولولا تقدم المقاومة للدفاع عن المطالب اللبنانية بخط 23 حتى هذا الخط لم يكن اللي يحصل عليه لبنان لان المفاوض اللبناني بدأ من الحد الادنى ولا يستطيع اي مفاوض مع اسرائيل ان يبدأ من الحد الادنى وينتهي بالحد الادنى ان لم يكن لديه قوة وكانت القوة قوة المقاومة اللبنانية هل تضمنت هذا الحد الادنى طيب استاذ اليف انا مهتم اسمع التعليق لدكتور وسيم على هذه النقطة لكن قبل ذلك لانك تحدثت عن اسرائيل ولبنان طيب الادارة الامريكية المقبلة يعني يبدو الديمقراطيون وضعهم غير ودارة بايدن غير غير مستقرة الان انتخابيا وقد يأتي قد يعود دونالد ترامب او او يكون هناك ادارة جمهورية اه قادمة وهذا ايضا يحين هل امريكا سوف تتعامل مع الاتفاق كذلك ايا كانت ايا كان ساكن البيت الابيض انا باعتقادي اه امريكا تتعامل مع الاتفاق بايجابية لانه هذا الاتفاق اعطى امريكا رعاية رعاية دولية على الاتفاق وعلى شبكة غاز شرق المتوسط كحر يعني اي خلاف بموجب اتفاق اي خلاف سيحل عبر الوسيط الامريكي ولا يحل لا في المحاكم الدولية ولا في الامر المتحدة اذا امريكا هنا اخذت رعاية او انتداب على هذا الاتفاق عندما يستخرج لبنان غازه ويريد ان يصدر هذا الغاز الى اين سيصدره عبر اي شبكة هل سيرطبط بالشبكة الاسرائيلية اليونانية ام ستكون هناك شبكة اسرائيلية تركية يرتبط بها لبنان او سيصدر عبر السفن هذه مسألة مستقبلية سيكون اتفاق مستقر كذلك بالنسبة للتغيرات في البيت الابيض دكتور واسيم اول شيء موضوع الجدل حول 29-23 اخذ مدى يمكن في تعليق سريع في لبنان كثيرا تفضل تعليق سريع طبعا انا مع الاستاذ أليف انه قاتل نحن لاخر لحظة دفاعا عن التسعة وعشرين لكن الحقيقة ان المعرك اللي خضناها على مدى تنعشر سنين اساسه كان انه اجا فريدريك هوف بالألفان واثناش بلش معنا النقاش على اساس خط هوف لهو عمليا تمام مئة وستين كيلومتر اعطانا خمسة وخمسين واعطاهن خمسة واربعين فاذا نحن لم نبدأ من الادنى ولم يدخل التسعة وعشرين بالنقاش اصلا حكومة الرئيس مئاتي عام 2011 اعتمدت بالمرسوم ستي اربعة تلاتي تلاتي خط تلاتة وعشرين وبالتالي نحن عمليا فتنا بنقاش التسعة وعشرين بالجلسات الاربعة او الخمس اللي عقدت بالناقورة وبالتالي بقي الأمر بإطار التفاوض ولم يكن هناك اثبات عملي لهذا الحق طيب حتى حتى ما ندخل بمسألة تسعة وعشرين وثلاثة وعشرين كثيرا دكتور الأمين العام لحزب الله اجل الكلام عن تفاصيل ويعني يبدو انه كان يريد ان يتحدث عن دور المقاومة تحديدا اكيد الى يوم السبت اجلها الى يوم السبت اولا اسباب هذا التأجيل ويعني لماذا وكان لديه فرصة يعني للحديث في وقتها لماذا اجلوا للسبت ويوم السبت هل سيكون هناك كشف جديد لم يسمع به اللبنانيون انا باطلاعي وبتحليلي للسبت لانه يريد ان يعطي يعطي هذه المناسبة حقه الكامل بالإضاءة يريد ان يستعرض المسار الكل للامور من بدايته الى نهايته سواء ليلو علاءة بالمقاومة او حتى بالموقف الرسمي لا يريد ان يمر بشكل سريع اليوم بالذات بتخصيص الاطلال كله لهذا الملف المهم جدا مره اشارتين ثلاث صغار ربطا بالحدث اليوم وعجل التفاصيل كله الى السبت هذا الامر برأيي انا سببه هو افراد متسع كامل لرواية حزب الله بالذات للجزء العسكري اللي واكب الانجاز الدبلوماسي التفاوض للدولة ووضع الامور في نصاب الحقيقي وبالتالي ما حدا عنده وهم استاذ كامل انه لو لا المقاومة لم تكن على الطاولة الموفد الامريكي باحد الايام وقت كريش اجا خاطب المسؤولين اللبنانيين كيف سنتفاوض والمسدس على الطاولة حك حك بالحرف وبالتالي هذا دليل الى اي درجة سحر فعل المقاومة دون اطلاق اي رصاصة في هذا المضمار انتجت هذا الانجاز لموضوع شبهة التطبيع ويمكن تناول الموضوع الان من ناحية اولا ان الامين العام لحزب الله بصفتي قائدا للمقاومة ليس فقط على مستوى لبنان على مستوى محور المقاومة عموما اعطى اعطى شهادة في هذا الملف للمسؤولين اللبنانيين الحكوميين بانه لا يوجد شبهة تطبيع وايضا يمكن اخذ رأيك من الناحية الاخرى حيث يتم اثارة هذا الموضوع في وسائل الاعلام عربية كثيرة وعنده كثير من بين قوسين النخبة العربية حاليا بانه هذا لبنان يذهب الى التطبيع وهذا التطبيع سواء كان اعلن لبنان او او لم يعلن من الناحيتين يعني من الناحية المحلية ومن الناحية المحيط العربي كيف سيتعامل لبنان مستقبلا مع هذين الناحيتين في ملاحظة مهمة بناء على سؤال حضرتك انه لأول مرة يتعرض الواقع العربي بمعنى النخبوي او بمعنى الرسمي الى امتحان بظل هكذا مشهدي وبالتالي هضم هكذا تمظهر جديد لفعل المقاوم وانتاجيته ما معودين عليه في لحظة عز وحدي عشناها حينما رفض الراحل حافظ الاسد قبل اسابيع قليلة من وفاته بقمته مع الرئيس كلينتون بجنيف عشان 300 متر على شاطئ بحير الطبرية ان يسير باتفاق عمل عليه لاكتر من سنة وقلب ظهر المجن للامريكيين الان نحن نجحنا بالوصول بنفس هذا التحدي الى خواتيمه لذلك في ازمة عند خصوم المقاومة بالداخل ان يهضموا هذا الواقع لقال سمعت السيد اليوم شو قال اساس كمان قال هذا تطور مهم وكبير سيبنى على تداعيته في المنطقة وقائع جديد حاكم اتنين باخر زيارة قام فيها الوفد اليمني برئاسة محمد عبد السلام الى بيروت وانا هم ما بدي اكشف سر تفصيلي بالنعاش ما يجري الان بموضوع الهدن باليمن وتحديدا المسيرات التي ضربت في الضبة في حضر موت كرسيل التحذير يستوحي رغم خصوصيته اليمنية مشهدية التوازي وتوازن ما بين مسيرات كريش ومسيرات الضبة يعني في نموذج طبعا اصبح هناك نموذج في المنطقة وسياق جديد عم يفتع الواسع اصبح لي اختم مع الأستاذ أليف في الوقت المتبقي الأستاذ أليف المستقبل في ضوء هذا الجدل الحالي كيف سيتم التعامل توقع الاتفاق والأمور ستمضي ام ثم تعقبات خاصة ان لبنان يركز على هذه النقاط وفي الايام المقبلة سيظهرها بشكل واضح النقاط المتعلقة ان الاتفاق تقني لا ضمانات امنية لا تطبيع لا توقيع على معاهدة الى اخره وهذا يناقض ما يقول الاسرائيليون جواب من شقين الاول ان هذه التجربة اثبتت انه لا يمكن ان تفاوض الا اذا امتلكت القوة لدعم المفاوض مقابل العدو عندما تمتلك القوة وتكون قادر على استبدال التفاوض بالقوة تحقق مطالبك بالمفاوضات هذا نموذج يجب ان يعمم على الفلسطينيين اولا وعلى كل محور المقاومة في نهاية الامر النقطة التالية الشق التالي من الجواب انه المستقبل ليس يعني سهلا ومريحا المستقبل سيشهد عقبات ان لم يحتفظ لبنان بقوته بقوة المقاومة لن يستطيع استخراج الغاز ولا يستطيع تسويق الغاز وبالتالي اصبح الحاجة لسلاح المقاومة ما مضاعفا اغلب على العقبات ومستقبل اشكرك سيد الاليف صباغ الخبير في شؤون الاسرائيلي كنت معنا مباشرة من الجليل شمال فلسطين المحتلة دكتور وسيم بزي الكاتب والبحث في شؤون السياسية اشكر حضورك هنا في الستوديو مشاهدين فاصل بعدها مباشرة سنتحدث عن استئناف العلاقات العسكرية والامنية التركية الاسرائيلية في ضوء زيارة بني جانتس الى انقرة فاصل مجددا حياكم الله اول وزير امن اسرائيلي يزور تركيا منذ عقد اي منذ القطيعة او شف القطيعة بين انقرة وتل ابيب على خلفية مجزرة سفينة مرمرة جانتس كان في استقباله وزير الدفاع التركي خلوس اكار وهي خطوة تأتي في سياق مسار بدأ منذ عام لاعادة العلاقات الى سابق عهدها الجانبان الاسرائيلي والتركي تفقى على انطلاقات جديدة للعلاقات مع الحفاظ على قنوات تواصل لتجاوز الخلافات للمضي قدما علينا تبني مقاربة ثابتة وايجابية في علاقاتنا بالحفاظ على حوار مفتوح وكما اتفقنا في لقاءاتنا وجهت فريقي الى البدء في الاجراءات المطلوبة لاستئناف علاقاتنا في مجالات مختلفة اود ونقول انه بسبب زيارة الوزير جانس لبلادنا ستتطور علاقاتنا اكثر وسيزداد حوارنا وسيتم ايجاد بعض الحلول ولهذا السبب هذه الزيارة مهمة ورغم ان زيارة كانت مسبوقة بزيارات مسؤولين اسرائيليين فانها الابرز ربما مقارنة بما سبق في الاشهر الماضية فالزيارة ذات ابعاد عسكرية وامنية في الدرجة الاولى بحكم طبيعة الوزير الزائر في صلب الزيارة بحث التعاون العسكري واستئناف العلاقات الامنية شاهدين حول هذا الموضوع نستضيف من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول الدكتور سمير صالح حياك الله دكتور أسعد الله مسأك أبدأ معك بسؤال عن حاجة تركيا الحاجة التركية المصلحة التركية في تعزيز العلاقات حاليا مع إسرائيل صحيح مسأل خير الجميع طبعا كما أشارت أنت أيضا أختمال هذه الزيارة سبقها العديد من اللقاءات من الخطوات الانفتاحية بين الطرفين بالشق الاقتصادي التجاري السياسي الدبلوماسي لقاءات على مستوى القمة أيضا نعم أتفق معك مرة أخرى في موضوع أن هذه الزيارة بخصوصياتها الحالية توقيت هذه الزيارة على مستوى العلاقات الثنائية على مستوى الملفات الإقليمية مهمة خصوصا أنا وأنت تابعنا قبل قليل المؤتمر الصحفي مشترك لوزيري خارجية البلدين الرسائل بشكل نعم انفتاحي لكن تحمل معها الشق الاستراتيجي التعاون الاستراتيجي أكثر فأكثر كما أنا تابعت زيارة مفاجئة كما نعرف جميعا أعلن عنها فقط قبل ثلاثة أيام وكبه إلغاء أو تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي زيارته المرتقبة إلى أثناء إلى اليونان هذا يعني ربما أيضا تحول مهم في مسار العلاقات وفي ملفات إقليمية تعني البلدين هذه الزيارة كما أشارك نعم دكتور سمير من الملاحظ بأن تركيا في سياستها مؤخرا تأخذ مسافة تقريبا من الدول الغربية ومن الأطلسي الذي هي عضو فيه وتركز استراتيجيتها على المحيط وعلى الإقليم وعلى شرقا بشكل كامل بالنسبة لإسرائيل أين هي موقعها في الاستراتيجية أو في السياسة التركية في هذين الاتجاهين الذين نتحدث عنهما الأطلسي والغرب والولايات المتحدة والشرق صحيح صحيح تركيا جزء من الغرب من الحلف شمال الأطلسي لكن يبدو لأنه الآن حكومة العدالة والتنمية تعطي الأولوية لموضوع الملفات الإقليمية وعلاقاتها مع دول الجوار التي توترت في الأعوام الأخيرة ومنذ عامين في العامين الأخيرين بدأنا نرى أنا وأنت هذا التحول في سياسة تركيا في الشق الإسرائيلي أظن هذا التقارب مرتبط أيضا ليس فقط برغبة تركيا إسرائيلية مشتركة بل بحاجة إذا جاز التعبير فيها الجانبين لفتح هذا الحوار الجديد على المستوى العسكرية على المستوى الأمني الاستخباراتي هذا الحوار التركي الإسرائيلي الجديد مرتبط بالملفات الإقليمية تحديداً في الشق التركية كما تعرف أنت أيضاً إسرائيل ذهبت باتجاه عملية استفاف أضر كثيراً بمصالح تركيا بنفوذها على المستوى الإقليمي الآن عملية مراجعة السياسات التركية وكما هذا الانفتاح على إسرائيل وأنا متابع الآن نتائج هذا الانفتاح يعني أرقام التجارة بين البلدين العام الموصرين ورغم التراجع للأرقام مع أكثر من دولة في الإقليم مع إسرائيل زادت بنسبة 40% أخكم طيب لأنه كثير من التيارات العربية الإسلامية تحديداً كانت تنظر إلى العلاقة السيئة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وبين إسرائيل على أنه مسألة عقائدية وتحول يعني على تحول تاريخي بالنسبة لتركيا لكن دكتور سمير سنتحدث عن الملفات التي تقص إسرائيل وتركيا كيف سيتعامل معها الطرفان في هذا العرض في تركيا مشاهدين التي يزورها جانتس مسؤولون كبار من حركة حماس وهو ما تعترض عليه إسرائيل كما تطالب تل أبيب بالتوقف عن إدانة ما تسميه عملياتها الأمنية الدائمة أي عمليات دهم قوات الاحتلال في مناطق في الضفة الغربية وغير بعيد عن فلسطين المحتلة تتضارب المصالح الإسرائيلية التركية في سوريا ويمثل الكرد حجر الزاوية في هذا التضارف فبحسب التسريبات طلبت تل أبيب من واشنطن أن تضغط على أنقرة لمنعها من شن عمليات ضدهم في الشمال ضد الأكراد يعني أما في أذربيجان فتعاون أمني دعا رئيسها إلهام علييف إلى استئنافه بين الإسرائيليين والإتراك وهو ما يقلق إيران بشكل خاص وبحسب موقع إكسيوس توصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد الحوار ما مهد لزيارة جانتس لتركيا بعد زيارته لأذربيجان الغاز مجال تعاون آخر بين الجانبين فالقرة تريد خفض اعتمادها على روسيا بأنبوب من فلسطين المحتلة إلى أوروبا عبر تركيا والفكرة ليست جديدة فهي تعود إلى عام 2016 وهي معقدة بالتكلفة والمسار وثقة الإسرائيليين بالرئيس أردغان دكتور سمير مباشرة خليني أبدأ من الملف الأخير وصعودا هكذا ملف الغاز إلى أي حد الآن التقارب بين تل أبيب وأنقرة سوف يفيد تركيا في موضوع الغاز وتحديدا غاز شرق المتوسط وفي الخلافات القائمة بين تركيا وعدد من الأطراف حول هذا الملف نقاشات ملف الطاقة ككل يعني برأيي لن تتقدم على مستوى الثنائي رغم الآن العبيد من الاتفاقيات الموقعة بأكثر من اتجاه المسألة ستكون مرتبطة بتفاهمات في إطار أطراف كثيرة متعدد الأطراف لماذا؟ لأنه في تداخل في الملف في مصالح مشتركة في متطلبات في موضوع استخراج تنقيب عن الغاز استخراجه وتسويقه تصديره إلى الخارج لذلك أنا لا أتفق كثيرا أخ كمال محمد قولت أنه العلاقات السنائية بين أي دولة في المنطقة دولتين في المنطقة قادرة على أخذ ما تريده في موضوع الغاز أو في موضوع الطاقة والدليل على ذلك أنه وزير الدفاع الإسرائيلي من أنقرة خلال المؤتمر الصحفي قبل ساعات تحدث عن انتفاقه ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وبين إسرائيل كان في خلافات دكتور بين منتدى غاز الشرق المتوسط الذي يضم إسرائيل ومصر وقبرص وإلى آخر وبين تركيا ظهر في التفاق التي توقعتها تركيا مع الحكومة الليبية حول موضوع التنقيب والغاز وإلى آخر الآن عودة العلاقة بين الطرفين ستعيد صياغة هذه المسألة مرة أخرى طبعا طبعا الآن في عملية خلط أوراق شامل في التعامل مع موضوع الطاقة إذا ما كانت تسأل تحديدا أخ كمال إذا ما كنت تسأل عن موضوع الغاز والطاقة نعم عملية خلط الأوراق بدأت منذ أكثر من عام نقطة أولى أساسية فتح الطريق أمامها كما تتذكر الرئيس الأمريكي عندما قال أنه واشنطن أمريكا لن تدعم موضوع شرق المتوسط تبنيد الخطوط الطاقة الغازية وكما هذه الخطوة أيضا تحول في مواقف أكثر من دولة في شرق المتوسط أقصد تحديدا هنا نعم رأي شخصي أيضا من خلال المتابعة دور أو ثقل أو حجم منطدة شرق المتوسط السباعي تراجع تماما الآن أمام كل هذا الحراك الجديد يعني الأقصد هنا تفاهمات الدول السبع تحت سقف منصة القاهرة المقصود لماذا لأنه في عنا الآن عملية إعادة تموضوع استفافات جديدة هذا التقارب التركي الإسرائيلي شئنا أم أبينا سينعكس على الاستفافات السابقة لذلك تحدثت أنا قبل قليل عن انزعاج يوناني من هذا التقارب التركي الإسرائيلي الجديد في اختصار أنا أظن نعم في موضوع أذربيجان دكتور سمير التركيا كيف ستوازن بين علاقاتها الصاعدة واستعادة العلاقات بينها وبين تل أبيب وبين أيضا علاقاتها مع إيران خاصة أن الإيرانيون ينظرون بقلق لأن النشاط الإسرائيلي في أذربيجان على مقربة من حدودهم في حقيقة موجودة علينا أن نقبل بها أنا وأنت أن الجانب الإيراني لا ينظر فقط إلى سياسة إسرائيل في جنوب القوقاز بخلق ينظر أيضا إلى سياسة تركيا طريقة التعامل تركيا مع موضوع جنوب القوقاز هذا التقارب والانفتاح الاستراتيجي الواسع بين أنكرا وباكو هذا التنسيق التركي الروسي أيضا في التعامل مع هذه الملفات الآن سيدفعنا مناقشة سؤال أساسي كيف ستتبنى أو ستتعامل روسيا اللاعب المؤثر في جنوب القوقاز مع لعبة التوازنات الجديدة بين أنقرة وبين طهران في جنوب القوقاز تحديدا أقصد لماذا؟ أنه الآن في عنا ممرات تجارية استرادية زينجازور تريده تركيا يربط تركيا بأسيا العمق الأسيوي والآن إيران أيضا تريد أن تحميل مصالحها في هذا الملف دكتور في اتفاقية أمنية ليست أمنية في اتفاقية استراتيجية شاملة ستوقع وأعدت بين روسيا وإيران اتفاقية شاملة كثير من المجالات الاقتصادية وكذا ومنها التعاون في آسيا الوسطى وفي منطقة القوقاز وفي قزوين وإلى آخره تركيا الآن تريد أن تنسق مع إسرائيل لمواجهة الطرفين في هذه المناطق أظن الترتيج سيكون على التعامل مع السياسة الإيرانية في جنوب الكوكاز يعني التنسيق التركي الإسرائيلي مواقف الطرفين في موضوع كاراباق انفتاح الطرفين على باكو ومعرفة روسيا بهذا التنسيق التركي الإسرائيلي ستأخذ به موسكو شيئا ما بينه بعين الاعتبار لماذا؟ لأنه في سياسة روسية تركية جديدة الآن مرتبطة بالملف الأوكراني لذلك قبل قليل الآن الكرة تماما في الملعب الروسي كيف ستتعامل روسيا مع عمليات خلط الأوراق في جنوب الكوكاز أيضا مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لأكثر من لاعب لكن علينا أن نقبل أن هذا التقارب والانفتاح التركي مع أذربيجان هذا الانفتاح الإسرائيلي على باكيو أيضا سيعطي كل الطرفين فرص أقوى في موضوع جنوب الكوكاز وهي النقطة الأساسية الآن التي تقلق إيران وتدفعها إلى التصعيد بإتجاه الانفتاح والتقارب الأوسع على موسكو يعني نعجي الآن الحديث عن مسيارات إيرانية تم تزويد الجيش الروسي بها برأيي هذا لا يمكن فصله عن لعبة عملية خلط الأوراق بالشق الاستراتيجي في ملفات إقليمية طيب دكتور موضوع شرق الفرات أيضا الإسرائيليون يعني ضغطوا على الولايات المتحدة أو يعني كان لهم دور خفي لمنع تركيا من أي عملية عسكرية باتجاه مناطق الأحزاب الكردية التي تصنفها أنقرة بأنها إرهابية في هذا الملف أيضا هناك تضارب مصالح إسرائيلي تركي في شرق الفرات في سوريا هل تعتقد أو ما هي التطورات التي يمكن أن تطرأ على هذا الملف بناء على عودة استناف العلاقات مرة أخرى بين تل أبيب وأنقرة طبعا الملف السوري ملف أساسي يقلق تلات طرفين مرتبط بأكثر من عامل أكثر من طرف الآن أيضا معني بهذا الملف وله حساباته ومصالحه على الأرض لكن ربما أخ كمال علينا أن نراجع نواء مسألة في غاية الأهمية أنه الذي عرقل العملية العسكرية التركية لم يكن الجانب الإسرائيلي برأيه بل كان الجانب الأميركي أكثر ربما الجانب الروسي ستعطي أنقرة الكثير مما تريده من دعم في التعامل مع الملف السوري المقايدة قد تكون بين تركيا وبين إسرائيل في موضوع نعم شمال سوريا مقابل جنوب يعني أنا أقصد المقايدة حماية مصالح الطرفين وربما تقديم خدمات متبادلة على مستوى جنوب سوريا وعلى مستوى شمال سوريا لكن كما قلت قبل قليل المسألة لا تعني فقط أو ليست مرتبطة فقط بالقرار أو الرغبة التركية الإسرائيلية في التعامل مع الملف السوري هناك أكثر من لاعب ودولي مؤثر له مصالح في هذا الملف أيضا دكتور سمير الملفات كثيرة وأنا أحاول استعراضها بالوقت المتاح موضوع فلسطين الخطاب الذي اعتمد عليه الرئيس أردوغان وجعله رافعة لدخوله المنطقة العربية أو التوجه شرقا باتجاه المفتاح على الدول العربية في الحادثة الشهيرة التي جرت مع شمعون بيريز أعتقد في العام 2009 على ما أعتقد لكن دكتور بالنسبة لحركة حماس القيادات قيادات حركة حماس التي تقيم في تركيا وتعتبر تركيا حليفا لها والقيادات الفلسطينية والإسلامية الأخرى بالنسبة لحركة حماس الآن إسرائيل تطالب بعدم إذا كانت تركيا مهتمة بالعلاقات مع إسرائيل فعليها أن تطلب مغادرة قيادات حماس كيف ستتعامل تركيا مع هذا الأمر وهي قدمت نفسها على أنها راعية رسمية لحركات الإسلام السياسي أو لبعض حركات الإسلام السياسي في المنطقة العربية موضوع الحركات الإسلامية أو الإسلام السياسي برأيي دخل في إطار التحول الحقيقي في سياسات تركيا منذ أكثر من عامين أختمال كما أنا أتابع على مستوى الداخل التركي وهذا وهذا التحول التحول بدأ مع موضوع الإخوان الإخوان المسلمين وطريقة التعامل مع هذا الملف من قبل هذا التحول الذي تم رأي الش slack أيضا من خلال المتابعة في التعامل مع ملف الإخوان سنرى أنا وأنت في المرحلة المقبلة ربما تحول مشابه في التعامل مع موضوع حماس أساسا موضوع حماس بدأ هذا التحول في سياسة تركيا يظهر إلى العلام من خلال سياسات حماس نفسها طريقة تتعاملها مع العديد أيضا من الملفات يعني هذا التقارب بين حماس وبين دماشق في الأوينة الأخيرة برأيه يساعدنا على ترجمات هذا التحول في سياسات حماس واستعداد حماس أيضا وقياداتها بتحول أوسع في العلاقة بين أنقرة وبين حماس قد تكون دكتور حماس هنا مثل باقي حركات الإسلام بدأت تستشعر بأن هناك تحول تركي تجاه هذه المسألة وبدأت تبحث عن مصالحها في فضاءات مختلفة طيب دكتور انتهى الوقت تماما أشكرك جزيلا شكر دكتور سميل صارح وسادة علاقات دولية في جامعة إسطنبول كنت معنا مباشرة من إسطنبول شكرا جزيلا جدا شاهدين المسائية انتهت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر